حياكم الله قبل فاصل الأذان النجفي أعني أذان العشاءين كان الحديث في أجواء الآية السابعة والستين من سورة المائدة وقلت من أنني لو أكتفي بهذه الآية بالنسبة لي على الأقل فهذا يكفيني في إثباتي أن الدين له أصل واحد هو الإمامة وبعبارة دقيقة هو الإمام المعصوم هو إمام زماننا الحجة بن الحسن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالإمامة هي أصل الدين وهي أصل متسع بحيث أن الرسالة بكل تفاصيلها تنطوي في ساحتها وفي فنائها وحين أتحدث عن الإمامة والأئمة قطعا إمام الأئمة الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وآله فهو سيد الأئمة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين أصل الدين الإمامة أصل الدين الإمام وهذا الأصل متسع جدا ومن عاند هذا الأصل فهذه الفتوى من الله لا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان ولا إلى استدلال والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الآية صريحة في أن أصل الدين الإمام وأن منكرها بحسب فتوى الله سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي القوم الكافرين أعتقد القضية واضحة المذاهب الأخرى الاتجاهات الأخرى هم أحرار فيما يعتقدون وقد يكونون معذورين إذا كانوا يملكون عذرا لا شأن لنا بهم إننا نتحدث عن عقيدتنا لازلت في أجواء الكتاب الكريم وأذهب بكم إلى سورة طاه الآية الثانية والثمانون من سورة طاه وإني سبحانه وتعالى هو الذي يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار ولم تقل الآية وإني لغافر لغفار كما يقال صيغة مبالغة ولا توجد مبالغة بالنسبة لله سبحانه وتعالى على سبيل الحقيقة ولكن بحسب البناء اللفظي يقال هذه مبالغة وإلا لا توجد مبالغة من جهة الحقيقة ومن جهة اعتقادنا ولكن هذه مصطلحات من خلالها مصطلحات اعتبارية من خلالها نستطيع أن نشخص دلالات الألفاظ ليس أكثر من ذلك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قطعا الذي يتوب لا بد أن يكون مؤمنا معتقدا ولكنه أخطأ عصى شذ ابتعد عن الطريق ثم تاب وبعد أن تاب آمن ازداد إيمانا وبعد أن ازداد إيمانا عمل صالحا وكل هذا عطف بحرف الواو ثم يأتينا عطف خاص ثم اهتدى فالمغفرة لا تكون للتائب تكون للتائب وللمؤمن وللذي يعمل صالحا ولكن بشرط ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى مفاتيح الجنان الزيارة الغديرية مروية عن إمامنا العاشر من أهم زيارات سيد الأوصية ماذا يقول إمامنا العاشر الهادي صلوات الله عليه يعلمنا أن نخاطب أمير المؤمنين في زيارته الغديرية فماذا نخاطب سيد الأوصية وأنه القائل أن رسول الله الضمير هنا يعود على رسول الله بحسب السياق المتقدم من الكلام في زيارة الشريعة وأنه القائل لك رسول الله يقول لعلي والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك لماذا لأنك أنت الأصل يا أمير المؤمنين أنت الأصل والخطاب هذا مثل ما هو لسيد الأوصياء هو لإمام زماننا ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم نحن نحن نؤمن بظاهرهم بظاهرهم وباطنهم بسرهم وعلانيتهم بأولهم وآخرهم هذا هو ديننا وحين أقول الإمامة أصل الدين بهذا المعلى بهذا المضمون مثل ما يقولون هم وأنه أن رسول الله القائل لك يا أمير المؤمنين والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي إلى رسول الله ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك لأنك أنت الهادي يا أمير المؤمنين لأن الإمام المعصوم هو الهادي وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك يا أمير أقرأ عليكم مرة ثانية ماذا تفهمون أيها الأحرار ماذا تفهمون أليس الكلام واضح أصل الدين هو الإمامة هناك أصل واحد تلاحظون التوحيد النبوة الرسالة كل شيء ربطه رسول الله وربطه الله في سورة المائدة بعليه ماذا تقولون أنتم أين هذا من منطق منظومة العقائد التي تسمى بأصول الدين الخمسة هذه الأسطورة التي جاءنا بها مراجعنا جاءونا بها من الأشاعرة والمعتزلة أقرأ ما جاء في زيارة أمير المؤمنين عن إمامنا الهادي وأنه القائل أن رسول الله القائل لك يا أمير المؤمنين والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك هو الأصل أو لا وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك ماذا نقرأ في تفسير البرهان في أحاديث أهل بيت العصمة وهذا هو الجزء الخامس من تفسير البرهان لسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه مؤسسة الأعلم للمطبوعات وتفسير البرهان هو جماع لأحاديث العترة في تفسير الكتاب الكريم صفحة 179 وهو هنا ينقل عن تفسير علي بن إبراهيم القم الذي هو جماع لأحاديث الأئمة أيضا في تفسير العترة للكتاب الكريم الرواية عن الحارث بن يحيا عن أبي جعفر عن باقر العلوم في قول الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ماذا يقول باقر العلوم قال ألا ترى كيف اشترط ثم اهتدى قال ألا ترى والخطاب لي ولكم ألا ترون كيف اشترط الله وإني لغفار لمن لمن تاب وآمن وعمل صالحا وهنا جاء الشر ثم اهتدى الإمام يقول ألا ترى كيف اشترط ولم تنفعه التوبة ولا الإيمان والعمل الصالح حتى اهتدى ويستمر الإمام في حديثه والله لو جهد أن يعمل بعمل تمام الجهد ما قبل من حتى يهتدي قال قلت إلى من جعلني الله في ذاك قال إلينا 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 إلى آل محمد أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى عن الحارث بن يحيى عن أبي جعفر في قول الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ألا ترى كيف اشترى هناك شرط ولم تنفعه التوبة ولا الإيمان والعمل الصالح حتى اهتدى والله لو جهد أن يعمل بعمل بأي عمل ما قبل من حتى يهتدي قال قال قلت إلى من إلى من جعلني الله في ذلك قال إلينا 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 إلى آل محمد ماذا تقوله هناك أصل آخر هذا هو الأصل تلاحظون الرسالة بكلها في الآية السابعة والستين من سورة المائدة لا قيمة لها من دون بيعة الغدير إن لم يفعل هل بلغ الرسالة بصريح القرآن الآيات واضحة وصريحة وماذا جاء في الزيارة الغديرية لا أريد أن أعيد عليكم ولكنني فقط أشير إليها كي تتذكروا فقد قرأت النص عليكم مرارا وهذه الرواية ومثل هذا كثير خارج عن حد الإحصاء ألا يكفي هذا في أن أعتقد على الأقل أنا من أن الإمامة هي أصل الدين والدين له أصل واحد يكفي هذا أو لا ألا يكون لهذا عذر يوم القيامة حين أسأل عن عقيدتي وأقول إن عقيدتي لهذا الدين أصل واحد أما هذه الأصول الخمسة هذه من أساطير مراجعنا من أساطير المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لا علاقة لي بها وأنا لا أفرض عقيدتي عليكم أنتم أنتم أيها الأحرار احترموا احترموا عقولكم شغلوا عقولكم هذا هو منطق محمد وآل محمد تقبلون به أو لا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى إمام زماننا إلى الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلام عليه ووالله إذا أردت أن أذهب في تتبع آيات الكتاب الكريم فإن الأمر لا ينتهي لا في ساعة ولا في ساعتين ولا حتى في شهر ولا في شهرين هذا إذا أردت أن أتعامل مع الكتاب الكريم بحسب بيعة الغدير بتفسير علي على سبيل المثال مثال الآية الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة من سورة البقرة ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا في أي اتجاه في الاتجاه في الاتجاه المادي أو في الاتجاه المعنوي فأينما تُوَلُّوا فيما هو في دواخل نفوسنا وفيما هو في خارج نفوسنا في عوالم في عوالم الشهادة والطبيعة وفي عوالم الغيب والمعنى ولله المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ هناك وجه الله الإحاطة الاتساع إن الله واسع عليم ماذا نقرأ في كلمات أمير المؤمنين هذا هو كتاب الاحتجاج هذه الطبعة ذات الجزئين مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان صفحة مئتين واثنين وخمسين من كلام طويل لسيد الأوصياء أأخذ منه موطن الحاجة يتحدث في بيان مضامين مجموعة من آيات الكتاب الكريم إلى أن يصل وهو يتحدث عنهم عن الأئمة المعصومين وهم وجه الله محمد وآل محمد وهم وجه الله الذي قال فأينما تول فثم وجه الله وهذا الكلام لأمير المؤمنين لا زال مستمرا بنفس ألفاظه هم بقية الله يعني المهدي هذا كلام أمير المؤمنين ما هو كلامه وهم وجه الله الذي قال فأينما تول فثم وجه الله هم بقية الله يعني المهدي هذا هو الوجه المتسع وهذا هو الأصل الواسع ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف ونحن نخاطب إمام زماننا أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ألا تلاحظون الآيات الزيارات الأدعية الروايات الأحادي الخطب كلها تصب في هذا الاتجاه أينما تول فثم وجه الله هذا هو الأصل المتسع مثل ما قال أمير المؤمنين وجه الله بقية الله وبتعبير دقيق هكذا حدده أمير المؤمنين يعني المهدي نفس المضمون الموجود في دعاء الندبة الشريف وأنا قرأته عليكم من مفاتيح الجنان أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذه نفحة من كتاب الله العزيز وهذا هو الكافي ونفحة من حديث العترة الطاهرة وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف وهذه الطبعة طبعة الدار الأسوة إيران الطبعة السادسة 1428 هجري قمري صفحة 224 من الحديث الرضوي المفصل في معرفة الإمام المعصوم إمامنا الرضا ماذا يقول يقول إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد لماذا؟ لأنه هو الأصل إلى آخر ما قاله حديث طويل مفصل في كل حرف من حروفه إشارة واضحة إلى هذه الحقيقة من أن ديننا له أصل واحد وهذا الأصل هو الإمام أقرأ عليكم ماذا قال إمامنا الرضا إن الإمامة أس الإسلام النامي أس هو الأصل وفرعه السامي المضمون نفسه في صفحة 208 الحديث الأول من باب فرض طاعة الأئمة عن زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباخر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه هذه العبارات تشير بشكل واضح وصريح من أن الآصل هو الإمام ذروة الأمر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء هو أصل الأشياء وباب الأشياء هو المفتاح وهو الباب نفس التعبير ماذا قال إمامنا الرضا إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي هي الأصول والفروع هي الحقيقة المتسعة أينما تول فثم وجه الله فما بلغت رسالته حقيقة الدين وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فالهداية أكثر اتساعا من كل هذه المعاني والهداية إلينا إلى آل محمد ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى ما هو الطاعة للإمام بعد معرفته انتهينا أم لم ننتهي بعد ماذا تقولون هذا إمامنا الباقر يحدث زرارة ذرة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته هذا هو كتاب الكافي وهذا بصائر الدرجات لأبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه الطبعة مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع بيروت صفحة 479 من رسالة إمامنا الصادق للمفضل ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رسالته للمفضل ابن عمر ثم إني أخبرك بأي شيء ثم فإني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله إذن هو الأصل وَمَنْ أَنْكَرَهُ أَنْكَرَ اللَّهَ وَدِينَهُ وَمَنْ جَهِلَهُ جَهِلَ اللَّهَ وَدِينَهُ وَحُدُودَهُ وَحُدُودَهُ وَشَرَائِعَهُ هل هناك نص أوضح من هذا النص أعيد قراءته قراءته عليكم إمامنا الصادق في رسالته إلى المفضل ابن عمر ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين أصل واحد فليأتنا مراجعنا برواية تقول إن أصول الدين خمسة أنا أتحداهم جميعا أتحداهم جميعا عبر هذه الشاشة ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه هل نحن بحاجة إلى شرح لمثل هذا الكلام الواضح وفي نفس بصائر الدرجات في نفس هذه الطبعة في صفحة 46 الحديث الثامن عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر يعني الإمام الباقر يقول دعا رسول الله بطهور بماء فلما فرغ لما فرغ من طهوره أخذ بيد علي فألزمها يده ثم قال إنما أنت منذر يشير إلى الآية إلى الآية السابعة من سورة الرعت إنما أنت منذر الخطاب لرسول الله ولكل قوم هاد وهو الإمام المعصوم ثم قال إنما أنت منذر ثم ضم يده إلى صدره وقال ولكل قوم هاد ثم قال يا علي يا علي أنت أصل الدين رسول الله يقول وأنا حين قلت قلت بقول رسول الله أنتم بقول من قلتم قلتم بقول الأشعري والمعتزلي فلماذا تصفون قولي بالضلال أي قول أحرى أن يوصف بالضلال قول رسول الله أو قول الأشعري والمعتزلي ماذا تقوله ثم قال يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين ثم قال رسول الله أشهد لك بذلك وأنا أشهد بهذا هذه عقيدة هذا هو الدين أقرأ عليكم الرواية مرة ثانية عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر يعني الإمام الباقر يقول دعا رسول الله بطهور فلما فرغ أخذ بيد علي فألزمها يده ثم قال إنما أنت منذر ثم ضم يده إلى صدره قال ولكل قوم هات ثم قال يا علي يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين أشهد لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يشهد لأمير المؤمنين بهذه الحقيقة ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف وهذا الدعاء مروي عن إمامنا الصادق وعن إمام زماننا رسول الله ماذا يقول لأمير المؤمنين ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي ميزان المعرفة هو الإمام المعصوم ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم هو الآصل أو ماذا ماذا يقولون هذه أدعيتنا وزياراتنا وهذا قرآننا وهذه عترتنا وهذا حديثنا أما هذه الأصول الخمسة فقد جئتم بها من أشعريكم إذا كنتم تقبلون بهذا الخطاب من أن الأشعرية أشعريكم ومن أن المعتزلية معتزليكم هذه أحاديث آل محمد هذه أدعيتهم هذه زياراتهم الشريفة ماذا نقرأ في أحاديثهم ولنستمر هذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني صفحة سبعة وخمسين الحديث الحادي عشر رواه عن الفضل ابن شادان عن إمامنا الصادق ماذا قال إمامنا الصادق نحن أصل كل بر أصل كل بر ومن فروعنا كل بر ومن البر التوحيد والصلاة والصيام إلى آخر الحديث وقد مر علينا من أن التوحيد لن يقبل من دون إمامة علي ومن أن الرسول ما بلغ الرسالة إن لم يبلغ في يوم الغدير مر هذا الكلام والمعاني واضحة الزيارة الجامعة الكبيرة من أولها إلى آخرها تصرح بهذه الحقيقة وجوهرها يتجلى فيما قاله إمامنا الهادي يعلمنا من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم قد تقرؤون في مفاتيح الجنان ومن قصده توجه بكم هذا تحريف الأصل في هذه الزيارة ومن قصده توجه إليكم هذا تحريف للزيارة إذا ما قرأتم الزيارة في نسختها التي رواها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلام علي ستجدون النص هكذا ومن قصده توجه إليكم وفي الطبعات القديمة لمفاتيح الجنان كان النص يكتب هكذا ومن قصده توجه إليكم ويكتب وفي نسخة ثانية بكم ولكن شيئا فشيئا وبأوامر من مراجعنا وعلمائنا الكرام حذفت إليكم وحرفت فبقيت بكم مثل ما حرفت في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق ومثل ما حرفت في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي فحرفت من إليكم إلى بكم عن الفضل ابن شاذان عن إمامنا الصادق نحن أصل كل بر نحن الأصل أصل كل بر ومن فروعنا كل بر ومن البر التوحيد والصلاة والصيام إلى آخر الحديث الشريف أعتقد أن المضامين واضحة وواضحة جدا في علل الشرائع في علل الشرائع في الجزء الأول في الباب التاسع الحديث الأول عن إمامنا الصادق خرج خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه وهذا هو التوحيد مر علينا قبل قليل وأنا أقرأ من الجزء الأول من تفسير البرهان نقلا عن الفضل ابن شاذان عن إمامنا الصادق من أننا أصل كل بر ومن البر التوحيد فماذا يقول سيد الشهداء وأنا أقرأ عليكم من علل الشرائع للشيخ الصدوق كما قلت الباب التاسع الحديث الأول عن إمامنا الصادق خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه أليس هذا هو التوحيد فقال له رجل يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته هذا هو الأصل أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى حتى وإن كان يتعبكم ذلك ولكنني ماذا أصنع أريد أن أوضح المطلب بكل ما أتمكن ولا تنسوا إنني أتحدث عن دينكم عن ديننا نتحدث عن عقيدتنا يقول الصادق المصدق صلوات الله عليه خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس سيد الأحرار وهذا خطاب للأحرار إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمانٍ إمامهم الذي يجب عليهم طاعته أعتقد أن الروايات واضحة وصريحة وجلية جداً ماذا نقرأ في زيارة إمام زماننا وأنا أقرأ من مفاتيح الجنانة هكذا نخاطبه أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على من خره في النار ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذا ظاهره كباطنه وسره كعلانيته وأنت الشاهد على ذلك وهو عهدي إليك وميثاقي لديك إذ أنت نظام الدين منظومة العقائد هي هذه نظام العقائد الشيعي هو هذا للذي جاء به المراجع من الأشاعرة والمعتزلة هذه منظومة العقائد لابد أن نؤسس للعقيدة الشيعية هذا التأسيس الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم أعيد عليكم قراءة النص لاحظوا كل شيء يرتبط به ثم بعد ذلك يأتي التصريح واضحا من أن منظومة العقيدة مرتبطة به بل هو منظومة العقيدة أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته وإني لغفار مثل ما مر علينا في الآية الثانية والثمانين من سورة طاها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ماذا قال رسول الله كما جاء في الزيارة الغديرية عن إمامنا الهادي ثم اهتدى إلى ولايتك ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على من خره في النار أنا أقرأ من مفاتيح الجنان من زيارة الإمام الحجة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على من خره في النار ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا أشهد الله وأشهد ملائكة وأشهدك يا مولاي بهذا ظاهره كباطنه وسره كعلانيته وأنت الشاهد على ذلك وهو عهدي إليك وميثاقي لديك هذا هو العهد والميثاق والعهد والميثاق أصل العقيدة إذ أنت نظام الدين يا أيها الإمام المعصوم يا صاحب الزمان أنت منظومة الدين أنت أصل الدين هذه هي عقيدتنا بحسب منطقي ومنهج الكتاب والعطرة لا شأن لي بالصنميين بالقطبيين بالديخيين ومراجعهم نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم إلى متى أخار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوة عزيز علي أن أجاب دونك وأناغا عزيز علي أن أبكيك ويخذ لك ورايا عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى ترجمة نانسي قنقر سبيل سبيل شكرا شكرا اشتركوا في القناة وهو عهدي اليك وميثاقي لديك اذ انت نظام الدين هذه الحقيقة كانت واضحة جلية في خطبة الصديقة الطاهرة في خطبة الزهراء وانا اقرأ عليكم من عوالم العلوم في الجزء الذي ذكرت فيه خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هذه الطبعة طبعة مؤسسة الامام المهدي عليه السلام قم المقدسة صفحة ستمية وستين في سياق كلامها فجعل الله الايمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر الى ان تقول وطاعتنا طاعة من طاعة محمد وآل محمد وطاعتنا نظاما للملة ما هي الملة الملة العقيدة على ملة ابراهيم سيد الشهداء تتذكرون حينما تستمعون الى قصة مقتله في يوم عاشوراء حين ينحني على قربوس سرج فرسه كي يخرج السهم المثلث الذي اصيب به فحين اخرجه ماذا قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله الملة هي العقيدة وطاعتنا نظاما للملة مثل ما جاء في زيارة الامام الحجة التي قرأتها عليكم قبل قليل من مفاتيح الجنان اذ انت نظام الدين وذروة الامر وسنابه ومفتاحه وباب الاشياء كما قال الامام الباقر لزرارة الرواية في الكاف في الجزء الاول ذروة الامر وسنابه ومفتاحه وباب الاشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للامام بعد معرفته ها هي الصديقة الطاهرة في قطبتها وطاعتنا نظاما للملة وامامتنا امانا من الفرقة اي فرقة الفرقة العقائدية فان الامة ستفترق بعد النبي الى 73 من الفرق الى 73 فرقة هذا الافتراق هل كان افتراقا عشائريا او كان افتراقا سياسيا كان افتراقا عقائديا وطاعتنا نظاما للملة وامامتنا امانا من الفرقة وفي نسخة امانا للفرقة هناك رواية ثانية لخطبة الزهراء في صفحة 694 وطاعتنا نظاما للملة وامامتنا امنا من الفرقة وحبنا عزا للاسلام ألا تلاحظون المضامين هي المضامين هذا هو الكافي في الحديث الرضوي ان الامامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين الى ان يقول ان الامامة اس الاسلام النامي وفرعه السامي المضامين هي هي كلامهم واحد الصديقة الطاهرة هنا حين تقول وطاعتنا نظاما للملة المنظومة العقائدية تستند الى هذه الحقيقة الى الامامة الدين له اصل واحد منظومتنا العقائدية تعود الى اصل واحد هو الامام المعصوم وتلاحظون الروايات والاحاديث والزيارات تستعمل كلمة اصل وتستعمل كلمة نظام على طول الخط وانا هنا انما جئتكم بامثلة بنماذج لست في مقام الاستخصاء هذه المضامين تتكرر مئات ومئات المرات ما بين احاديثهم الشريفة وخطبهم الكريمة وزياراتهم وادعيتهم وتفسيرهم للقرآن الكريم فآيات الكتاب واحاديث العترة كلها تصرح بهذه الحقيقة هذا هو جامع احاديث الشيعة وهذا هو الجزء الاول كان في نية ان اقرأ مجموعة من الروايات والاحاديث ولكن يبدو لي انني لو قرأتها سيطول بنا المقام من اراد ان يراجع هناك باب في هذا الجزء معنوا بعنوان اشتراط قبول الاعمال بولاية الاعمة صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هذا الباب مفصل وبعده يأتي دعائم الاسلام ابواب مفصلة في هذا المضمون من اطلع عليها وسبر اغوارها لن يخرج الا بهذه النتيجة من ان اصل الدين واحد هو الامام المعصوم اتيكم بمثال وبشكل موجز صفحة اربعمية واربعة واربعين هذه الطبعة المطبعة العلمية قوم 1399 هجري قمري صفحة اربعمية واربعة واربعين رقم الحديث تسعمية وتسعة وتسعين مقطع 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 من تفسير امامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة بشكل موجز انقل لكم مضمونها شهيد يستشهد رجل يقتل في ساحة القتال في سبيل الله كما تقول الرواية التي بين يدي الرواية مفصلة فترفع اعماله بما فيها استشهاده في سبيل الله قتله في سبيل الله ترفع اعماله الى السماء لكنها لكنها تحجب لماذا لأنها لا تمتلك وسيلة الدخول الى العالم العلوي ما هي وسيلة الدخول الرواية تتحدث عن ولا ولا يتعلي فيؤتى بأعماله وبعقيدته مثل ما تقول الرواية الملائكة يسألون الذين يحملون عمل هذا القتيل الذي قتل في سبيل الله بحسب ظواهر عالم الدنيا الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وما الذي حملتم من عنده ماذا جئتم ايها الملائكة بعمله وعقيدته ماذا جئتم ماذا جئتم به وما الذي حملتم من عنده فيقولون توحيده بك وفي نسخة توحيده لك وإيمانه بنبيك فيقول الله عز وجل فمطاياها مطاياها يعني وسائل ارتفاعها فمطاياها موالاة علي أخي نبي وموالاة الأئمة الطاهرين فإن أتت فهي الحاملة الرافعة الواضعة لها في الجنان ماذا تضع تضع توحيده وإيمانه بنبوة نبينا إلى آخر الرواية ماذا تفهمون من هذا المنطق تفسير الإمام العسكري من أوله إلى آخره هو في هذا المضمون وأن جئتكم هنا بمثال موجز وسريع لأن الحلقة طالت ولا زالت بين يدي مطالب كثيرة أريد أن ألم لم أطرافها في هذه الحلقة ولا أجعل الموضوع في حلقتين فيطول البرنامج لذا اختصرت المقال فالتوحيد توحيد هذا الرجل الذي قتل في سبيل الله بحسب ظواهر الدنيا لم يسمح له واعتقاده بنبوة نبينا لم يسمح له ولم يقبل منه لم يسمح له أن يصعد به إلى العرش الوسيلة الرافعة هي ولاؤه لعلي والأئمة الأصل هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الأحاديث والخطب والروايات والآيات متكاثرة متوافرة في بيان هذه الحقيقة وأنتم لاحظتم الآيات الروايات الزيارات ووالله ما جئت به ما هو إلا نموذج مختصر وموجز إلى أقصى حد من الإختصار والإيجاز لو أردت أن آتيكم بكل أحاديث أهل البيت في هذا الموضوع بل بربعها فإنني أحتاج إلى برنامج قد يطول إلى عدة شهور كل ذلك يشير إلى هذه الحقيقة من أن المنظومة العقائدية عند أهل البيت تستند إلى أصل واحد هو الإمام المعصوم أما منظومة أصول الدين الخمسة لا شأن لها بمنطق أهل البيت وأنا أقول هنا إذا كانت هناك آية أو رواية حتى لو واحدة لا مثل هذا الكم الهائل من الأحاديث تشير إلى أن المنظومة العقائدية تعتمد على أصول خمسة ارشدونا إليها والله لست معاندا إني طالب للحقيقة لكنني ما وجدت لهذه الأصول الخمسة أتحدث عن منظومة العقيدة لا عن المفردات لا عن مفردة التوحيد ولا عن مفردة العدل ولا عن بقية المفردات أتحدث عن هذه المنظومة قد يقول قائل وما الفارق الفارق كبير كبير جدا الفارق كبير وستتضح الصورة شيئا فشيئا نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم متى نردو مناهلك الروية فنروى متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناس ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض يا قدلا وأذقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت الغتاتا وجحدت الحاق وقطعت دابرا المتكبرين واجتسست أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين هناك جهات لا بد من الإشارة إليها أتحدث أتحدث عن جهات في هذا الموضوع على سبيل المثال هذا هو الجزء الأول من كتاب وسائل الشيعة للحر العامل منشورات المكتب الإسلامي طهران صفحة سبعة تحت عنوان وجوب العبادات الخمس هناك مجموعة من الروايات والأحادي تحدث فيها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أن الإسلام يبنى على كذا هذه الروايات تحدثت عن جانب من الإسلام مثلا عن زرارة عن أبي جعفر الرواية الثانية صفحة سبعة من نفس الجزء الذي أشرت إليه وهو الجزء الأول من كتاب الوسائل عن إمامنا الباقر بني الإسلام على خمسة أشياء على أي شيء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية فهل هذه أصول للدين أبدا الحديث هنا عن مفردات عن خمسة مفردات طقوسية عبادية مهمة وقد يأتي الكلام منسجما مع الثقافة المخالفة والإمام هنا يريد أن يثقف شيعته ثقافة لا يكون فيها تعارض مع الوضع العام مع ملاحظة أقلية الشيعة وكان عددهم قليلا جدا بالقياس إلى المخالفين وسطوتهم وغلبتهم ومع ذلك أشار إلى الولاية وبحسب المعاريط فإن الإمام هنا يريد أن يقول من أن الولاية هي الأصل فكل هذه فروع بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية لأن الولاية هي الأصل ولكن الإمام يتحدث بحسب المتلقي زرارة يقول للإمام الباقر قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل من هذه الخمسة فقال الولاية أفضل لماذا لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل فقال الصلاة إلى آخر رواية ومر علينا أيضا قبل قليل في الكاف الشريف عن زرارة عن الإمام الباقر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهم الوالي هو الإمام المعصوم عن سليمان ابن خالد عن أبي جعفر الرواية الثالثة رقم صفحة ثمانية قال ألا أخبرك بالإسلام أصله وفرعه وذروة سنامه قلت بلى جعلت في ذاك قال أما أصله فالصلاة وفرعه الزكاة وذروة سنامه الجهاد هذا بيان لجانب من الحقيقة ومع كل ذلك لم ترد عندنا رواية من أن أصول الدين خمسة التوحيد والعادل والنبوة والإمام والمعاد لم يرد في رواية من الروايات مع أن الأئمة تحدث إلى الحد الذي ذكر العبادات كأنها أصول مثل ما قال الإمام الباقر بني الإسلام على خمسة وذكر الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية لكن لم ترد عندنا رواية في أن أصول الدين خمسة هذه الأصول التي جاء بها المراجع الشيعة من الأشاعرة والمعتزلة من النواسط عن عمر بن حريث أنه قال لأبي عبد الله ألا أقص عليك دين فقال بلى قلت أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية وذكر الأئمة عليهم السلام فقال يا عمر هذا دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية عن إمام من الصادق الرواية السابعة صفحة تسعة أثافي الإسلام ثلاثة الأثافي هي الأرجل المصنوعة من الطين التي التي توضع تحت القدر يقال لها أثافي تصنع من الطين أو من الصخور من العجارة كانت العرب تستعملها كي تصنع قاعدة يوضع عليها القدر أثافي أثافي عبد الله للإمام للإمام الصادق رواية التاسعة صفحة عشر من الجزء الأول من وسائل الشيعة أوقف الدخول مع الصادق هذا عنوان واضح لهم صلوات الله عليه رواية أخرى عن أبي حمزة عن أبي جعفر أبو حمزة هو الثمالي قال بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يعني هي الأصل ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية هذه نماذج من روايات وأحاديث عن الأئمة تحدثت عن منظومة فكرية ولكن واضح لسان المدارات ولسان النظر إلى الثقافة المخالفة واضح فيها مع أن الأئمة لم يبتعد عن الإشارة إلى أن الولاية لم يناد بشيء مثل ما نودي بها مراد أن الباحث الذي يريد أن يبحث عن المنظومة العقائدية فإنه سيواجه مثل هذه الروايات ولكن هذه الروايات إذا ما قيست بالمضامين التي تقدمت يكون جليا من أنها جاءت بلسان المدارات أو على الأقل جاءت لتوين جانبا من مفردات الفكر العقائدي الديني في منهج الكتاب والعثرة وأعتقد القضية واضحة وإنما أشرت إليها كي تكون الصورة واضحة بين أيديكم هناك روايات عديدة يسأل فيها أصحاب الأئمة الأئمة عن دينهم ويعرضون عقائده مثل ما مر علينا مثال قبل قليل عمر ابن حريث يعرض عقيدته على الإمام الصادق قطعا هذا عمر ابن حريث غير ذلك الناصبي الذي كان في زمان أمير المؤمنين وفي زمان سيد الشهداء والذي كان رئيسا للشرطة كان صاحب الشرطة عند عبيد الله ابن زياد هذا رجل آخر مثال نأخذه وأنا أقرأ عليكم من كتابي منتهى الآمان في تواريخ النبي والآل للمحدث القمي هذا هو الجزء الثاني مجمع الإمام المهدي قم المقدسة طبعة الثالثة ألف أربعمية وسبعة وعشرين هجري قمري صفحة خمسمية وثلاثة عشر هذه الرواية ربما من أفضل الروايات مصداقا لعرض عقيدة بعض الأصحاب وبعض الخواص على الأئمة هنا عبد العظيم الحسني يعرض عقيدته قطعا الخطوط العام لعقيدته على إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه والرواية يرويها شيخنا الصدق السيد عبد العظيم الحسني يقول دخلت على سيدي علي بن محمد يعني الإمام الهادي فلما بصر بي قال مرحبا يا أبا القاسم أنت ولينا حقا فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني فإن كان مرضيا ثبت علي حتى ألقى الله عز وجل فقال هات يا أبا القاسم فقلت إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء خارج من الحدين حد الإبطال وحد التشبيه وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه وإن محمد عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده إلى يوم القيامة وإن شريعته خاتمة الشرائع ولا شريعة بعده إلى يوم القيامة وأقول إن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم أنت يا مولاي يخاطب الإمام الهادي فقال عليه السلام ومن بعدي الحسن بن فكيف للناس بالخلف من بعده فقلت وكيف ذلك يا مولاي قال لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا العبارة واضحة لأنه لا يرى شخصه ولذلك هذا الكلام الذي يقال ويتردد ويتردد على بعض الألسنة ما يسمى بغيبة العنوان لا معنى له هذا هو الأصل في عقيدتنا في غيبة إمام زماننا ما ما يصطلح علي بغيبة الشخص وليس بغيبة العنوان قال لأنه لا يرى شخصه فقلت أقررت وأقول وهذه الكلمة ليست من السيد عبد العظيم الحسن هذه الكلمة من الإمام الهادي قال قال صلوات الله عليه لأنه لا يرى شخصه فهنا عبد العظيم الحسن فقلت أقررت أقررت بذلك وأقول إن وليهم ولي الله وعدوهم عدو الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وأقول إن المعراج حق والمسألة في القبر حق وإن الجنة حق والنار حق والصراط حق والميزان حق وإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور وأقول إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال علي بن محمد يعني الإمام الهادي يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة القول الثابت بحسب حديث أهل البيت هو ولاية الإمام المعصوم مر علينا قبل قليل ما قرأته عليكم في عقيدة عمر بن حريث وكانت مختصرة وموجزة وكذلك قال عنها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال عنها فقال يا عمر هذا دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلاني ألا أقص عليك ديني أنا أقرأ عليكم من الوسائل عمر بن حريث يقول للإمام الصادق ألا أقص عليك ديني فقال بلى قلت أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية وذكر الأئمة عليهم السلام فقال يا عمر هذا دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلاني ولاحظتم التفصيل هنا لما جاء فيما عرضه عبد العظيم الحسني على الإمام الهادي لكن الإمام الهادي في آخر المطاف ماذا قال له ثبتك الله بالقول الثابت القول الثابت بحسب أحاديث أهل البيت القول الثابت هو ولاية علي ولاية الإمام المعصوم هذا هو الكتاب الكريم سورة إبراهيم الآية السابعة والعشرون بعد البسملة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بحسب تفسير أهل البيت لهذه الآية القول الثابت ولاية علي ولاية الإمام المعصوم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فإمامنا الهادي يقول له يا أبا القاسم يا عبد العظيم الحسني هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعبادي فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة مثل ما مر علينا ولم ينادى بشيء مثل ما نودي بالولاي إذا ما ذهبنا إلى الجزء الثاني من وسائل الشيعة منشورات المكتبة الإسلامية صفحة 662 أبواب تلقين الميت نجد الباب 36 هذا عنوانه كان في نية أن أقرأ نماذج من الروايات ولكنني سأقرأ العناوين فقط باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين فقط التلقين بالشهادتين يعني الشهادة الأولى وثانية باب 37 باب استحباب تلقين المحتضر الإقرار بالأئمة عليهم السلام وتسميتهم بأسمائهم الأمر يختلف بحسب الأشخاص بحسب الأزمنة بحسب الأمكنة باب 38 باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج كلمات الفرج هي التي ترد في الأدعية لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم إلى آخر التهليلات والتسبحات هي هذه التي تسمى بكلمات الفرج باب 39 باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار والدعاء المأثور ألا تلاحظون أن الأئمة يتكلمون بحسب المقام بحسب الأشخاص وكل تلك هي مفردات مفردات من المنظومة العقائدية والفكرية ولكن لم نجد في حديث أهل البيت لا بلسان التقية ولا بلسان المدارات ولا بلسان بيان الحقائق من أن أصول الدين خمسة هذه جاء بها مراجعنا من الأشاعرة والمعتزلة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم ترجمة نانسي قنقر